بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي مهندس احمد محمد السنكري ان شاء الله نستكمل سلسلة فيديوهات مادة thermodynamics من كتاب thermodynamics and engineering approach ليونس شينجل وميشيل بولز الاصدار الثامن ان شاء الله نستكمل الانتا اه كلامنا في اه خمسة ثلاثة وخمسة عبارة اللي بدأنا فيهم الكلام في اه على اه وتكلمنا على اه انواع مختلفة من اه هنختتمها ان شاء الله بالبايب ان داكت فلو لو اعتبرت ان انا عندي او الشكل ده وفي داخل من اتجاه معين وبيخرج من الاتجاه التاني داخل بماس فلوية اه اه عند الدخول انا اعتبر ان انا بالتالي هو داخل بكونديشن سمينا مسلا كونديشن واحد وخارج عنده كونديشن ثانية وليكن كونديشن اتنين الفلو في او بنعتبر انه هو اه طبعا فيه اه خلال اه المرحلة اللي بيبقى فيها خلاص الفلو استقارن على اه حالة معينة او على كونديشن معينة وبنتجاهل الفلو في حالة او في حالة اه الشوت داون. حالة او الشوت داون بيبقى فيه اه مرحلة تانزين كده ما بين اه بداية اه حدوث الفلو لحد ما تثبت عند كونديشن معينة بنسميها الستيدي ستيت كونديشن وبتفضل الستيدي ستيت كونديشن دي شغاله اه طول فترة اه العمل لحد ما ابدأ ان انا اعمل شوت داون للسيستم بتاعي. وبالتالي لو احنا عندنا سيستم بالشكل ده نعتبر انه هو وبالتالي لو جينا طبعنا الانيرجي اناليسيز او الانيرجي بالانس. هلاقي ان انا عندي الاي دوت ان مقص الاي دوت اوت تساوي التغير في الانيرجي للسيستم بالنسبة للزمن ومما ان ده ستيدي فلو وبالتالي التغير في الانيرجي للسيستم بتساوي صف. وبالتالي هنا هلاقي الاي دوت ان لازم هتساوي الاي دوت او. الاي دوت ان في الحالة دي هي بتاعت الماس اللي دخلة بالاضافة لانيرجي لو انا عندي اه او خلال اه بتاعت السيستم بالنسبة. وبالتالي الاي دوت ان هي اما بتبقى بتساوي الاي دوت في ثيتا واحد اللي هي اه اللي داخل زائد لو فيه زائد طبعا كيو دوت ان زائد وورك ان. لو فيه اه وورك ان. بيساوي الاي دوت اوت اللي هي في الحالة دي هي بتاعت الماس اللي خارجة الام دوت هي نفسها اللي دخلة لان ما فيش تغير في اه الماس فلوريت لان ده في الثيتا اتنين اللي خارجة بها زائد لو فيه اه اوت من بتاعت السيستم او او دوت او او اوت لو ده بيبضل على اه ودي تبقى المعادلة العامة في حالة حسب المسألة بتاعتي او حسب الكنديشن اللي عندي في المسألة هل فيه او او هل فيه او او بالاضافة طبعا للان دي بتاعت الماس اللي داخلها والماس اللي خارج. وهنشوف الكلام ده فيه اه المسائل بالتفصيل. اول مسألة معنا ان شاء الله هي المسألة خمسة تسعين بيقول لي اه اه امائة عشر بسكال وتلاتين سليسس. يعني انا عندي او الشكل ده. الدغت ده تاخله هوى. بتاع الهوى اللي داخل تلاتة من عشرة متر كيوب بر سكن. ترامة متر كيوب بر سكن يبقى فوليوم فلوريت وليس اه اه امو دوت. الكنديشن اللي داخل عندها سمية كونديشن واحد. عند بي واحد مية كيلو بسكال. وتمبريتشر تي واحد خمسة عشر سليسس. وخارج عند كونديشن اثنين. البرشرة بي اثنين نفس الضغط مية كيلو بسكال. بس تمبريتشرة تي اثنين تلاتين سليسس. how much current in amperes must be sublight to this heater. طبعا التاثير هنا في اختلاف التمبريتشرة التي جي ما بين الدخول والخلوق ان فيه الالكتر كالهيتر. بالشكل ده. طبعا فين بتوع الالكتر كالهيتر. فيه فرق في الجهد ما بينهم. فيه بالدهولي مية وعشرة فولت. فده بيولد امبير. او اه طيار. هنسميه اي. هيمشي خلال الالكتر كالهيتر. نتجة مورو الطيار بيبدأ الهيتر ان هو يسخن الهور. هو عايز يحسب طريقة قيمة الطيار اه اللي اه في الهيتر عندك. طبعا الهيتر ويضيف هيت للهواي. بنا عندي هناك يو دوت ان. خلنا الهيت او الورك الناتج عن طريق اه الالكتر كالهيتر ده. بتساوي الفولت في الامبير او في الطيار اي. الفي في الاي. الورك هنا يتحول ليه هيت بتنتقل ليه اه الهور. هبالتالي لو جينا عملنا انيرنجي بالانس. على السيستم بتاعي. هلاقي الاي دوت ان. نقص الاي دوت اوت. بتساوي دلتا الاي للسيستم. باي دي تي. ده طبعا بزرف. اذا الاي دوت ان بتساوي الاي دوت اوت. الانيرنجي اللي داخله هنا. الامو دوت. في الثيتا بتاعي الهوا اللي داخل. باهمار الكوينيتك والبوتينشال انيرنجي. فبالتالي هنا الانيرنجي بس هي الانصلبي اتش. يبال امو دوت في الاتش واحد. زائد. عندي هنا هيت ان اللي هي بتساوي اه الورك ان اللي داخل عن طريق الهيتر. يبال زائد الو دوت ان. كلام ده الاي دوت اوت اللي هو الامو دوت في الاتش اتنين بتاعة الاي الماس اللي خرجة من السيستم. طيب. بحنا عشان نعوض في المعادلة دي. طبعا عندي لازم احصل على الاتش واحد والاتش اتنين والامو دوت. علشان يجيب الو دوت ان. ومعي بتاع الهيتر مية عشرة فرض راحسب. اه الاي. نجيب الامو دوت من ان هوا مديني الو دوت اللي داخله اه السيستم. وبالتالي اقدر اجيب الامو دوت. بما ان انا هنا اشغال على الهوا. اعتبر ايديال جاز. ما فيش مشكلة ان انا اعتبر الهوا اه كا ايديال جاز. فبالتالي اقدر اطبع المعادلة. البي في الفي بتساوي الام في الار في التي. وانا انا بتعمل مع فبالتالي ممكن اخلي دي ام دوت. وده اه الفي دوت. وبالتالي اذا الامو دوت بتساوي البي في الفي دوت على الار في التي. لها. عنده روم. نقدر نجيب الار من تابل. قيمتها متين سبعة وتمانين من الف كيلو جول كل كيلو جرام كيلو. وبالتالي اقدر نعود هنا. ميت كيلو باسكال في البي دوت تلاتة من عشرة على الار متين سبعة وتمانين من الف كيلو جول كل كيلو جرام كيلو. طبعا هنا اه بعرض بالكيلو جول كل كيلو جرام كيلو. يبن لازم احط. بالكيلو باسكال. مش بالباسكال. في هحط تي واحد ولا تي اتنين. وبيقول لي دلوقتي اه الهوى. داخل بتاعه تلاتة من عشرة متر مكعب. يعني الكلام ده في حالة الايه? في حالة الدخول. وبالتالي لازم اخذ عن الدخول اللي هي تي واحد. اللي هي خمستاشر دهين متين تلاتة وسبعة. نعرض من ها نقدر نجيب الام دوت. هتطلع قيمة الام دوت بتساوي بوينت تلاتة ستة اتنين تسعة كيلو جرام كيلو جرام بير ساكن. احنا عايزين نجيب الو دوت ان اللي هي بتساوي الفي في الاي. نضع نقول اللي هي بتساوي. واقدي الام دوت في الاتش واحد نحياة التاني. يبقى ادت. اتش اتنين ناقص ال اتش واحد. لو اعترارنا. بتاعت الهواء. وبالتالي اقدر اقول ال اتش بتساوي السي بي في التي. وبالتالي اشيل ال اتش اتنين وحط بيادة بدلها السي بي في التتنين وحط بدلها السي بي في التي واحد وبالتالي ازا المعادلة هتبقى في الاي اقلي المضوت السي بي واخدها عن موظيم behaved طانق السي بي ناقص التي واحد. porn throughout the country. على المعادلة في وتساوي المضوت السي بي في التي تنين ناقص التي واحد. البه ازا الفي اللي هي مية وعشرة في الاي اللي احنا عايزين نحسبها بتساوي الامضغط اللي هي طلع الpoint 3629 في السي بي بتاعة الهواء لو طلعناها من التابل تطلع واحد وخمسة من الف عند روم temperature من تابل اه اثنين كلامنا فيه التتنين اللي هي تلاتين ناقص التي واحد اللي هي خمستاشر وبالتالي نقدر نحسب الاي من المعادلة دي تطلع قيمة الاي بتساوي تسعة وعبعين وسبعة من عشر امبير طبعا ناخد بالن هنا ان ال v في الاي هنا الوحدة بتاعتهم اه فولت في الامبير فولت في الامبير يدينا الوحدة بجول بير ساكن اللي هي الواط اما هنا هلاقي ان انا اضرب الامو دوت السي بي هنا محطوطة قيمتها بالكيلو جول لكل كيلو جرام كيلفين في الوحدة بالتالي الوحدة دي هتطلع لي بالكيلو واط وليس بالواط فلازم اقسم لازم اضرب المعادلة دي في الف علشان احولها للواط فبالتالي تبقى هنا المعادلة دي او القيمة دي بالواط وهنا القيمة دي هي كمان بالواط ومن هنا نقدر نحسب قيمة الطيار بالقيمة دي من ضغط اي مشكلة دي كانت اول مسألة معا شوف مسألة كمان عندي الكترونيك بوكس اا عايز اعمل له كولينج فبعمل له كولينج عن طريق ان انا بعدي وطر في مصورتين او موجودين على جانبي البوكس دي واللي يقود مسلا انا نفترض ان الشكل بوكس كده البوكس ده متصل به مصورتين من الجنبين بطول واحدة من ناحية دي واحدة من ناحية التانية وفيه ووتر بتعدي فيه المصورتين دول عشان يعمله كولينج للبوكس التانية التانية بتاعة الووتر اللي دخلة واللي خرجة الفرق ما بينهم لا يتعدى عن باع سليزيس يبن عندي دولة الدلتا التانية للووتر عن باع سليزيس البروكس اثنين كيلووات البروكس اللي بيحصل من البوكس نتيجة ان الماية بتعمله كولينج بتساوي اثنين كيلووات يبن عندي الكيو بتساوي اثنين كيلووات بتتشال كلها باستخدام الووتر بتتشال كلها باستخدام الووتر افضل بوكس اوبريت تونتي فور ارنز ادي بيشتغل 24 ساعة في اليوم لمدة 365 يوم في السنة عايز يحسب الماس فلوريت بتاعة الووتر اللي بتعدي على البوكس عشان تعمله كولينج خلال السنة كلها اول حاجة الماس فلوريت طبعا بالكيلو جرام باستخدام عشان تعمل كولينج للبوكس ثاني مطلوب كمية المية اللي بتستغنم على مدار السنة كلها طيب لو اعتبرت هنا ان بتاعي هو المسروطين دول اريد التالي الفلو داخل من ناحية وخارج من ناحية التانية فبالتالي فيه مسئن امو دوت طبعا امو دوت مقسومة على الاتنين فانا هاخد واحدة واعتبر هو ما قليش في كل اسطوانة فبالتالي انا عايز الووتر اللي دخله عمد فاعتبر كأنها السطوانة واحدة والامو دوت اللي دخله دخله في السطوانة دي بتساوي مجموع الامو دوت اللي دخله في السطوانة دين ودخله بكونديشن واحد وخارجة بكونديشن اتنين وهي نفسها الامو دوت فبالتالي امو دوت الكنست الدلتا تي خلال من واحد الاثنين بتساوي وطبعا في دوت ان دخله نتيجة ان هي بتسحب هيت من البوكس فالهيت بتنتقل من البوكس الووتر اللي ماشى جوه وبالتالي لو عملنا في الجزئية دي لما لاي بتساوي وبالتالي اذا في واحد زائد بتساوي في اتنين لو ودينا في الناحية التانية وبالتالي اذا بتساوي بتساوي الامو دوت الاتش اتنين ناقص الاتش واحد بعد ما اخد الامو دوت عام مشتر وبالتالي لو اعتبرنا الامو دوت يبقى تساوي الامو دوت اتنين ناقص الاتش واحد ده كده بيساوي الكيو دوت ده انا عزا احسب الامو دوت يبقى تساوي الكيو دوت ان على في الاتش اتنين ناقص الاتش واحد الاتش اتنين اتنين بتاعت الوطر نقدر نجابها من تابل اتنين افراد وبالتالي اذا الامو دوت هتساوي الكون اللي هي اتنين كيلو وات على السي بي اربعة بوينت واحد تمانية في الدلتا تي تي اتنين واستي واحد اللي هي اربعة سيليزيوس باستخدام الان الحسبة نقدر نطلع هنا قيمة الامو دوت هتتطلع بوينت واحد واحد تسعة ستة كيلو جروم بير سكين ده اللي هو المطلوب الاولاني اللي هو المطلوب اعزي يحسب الامو انت اف كولنج ووتر اللي بتستخدم على مدار السنة دي كده الامو دوت او الكمية الووتر اللي بتعدي خلال في الثاني الواحد طيب انا عايز احسب كمية المية اللي بتعدي خلال السنة كلها اللي هي الماس بتساوي الامو دوت في الدلتا تي اللي هو الفرقين في الزمن بتساوي الامو دوت اللي احنا طلعناها بوينت واحد واحد تسعة ستة الزمن هنا كام سنة السنة فيها كام ثانية لان عمد الامو دوت هنا كيلو جروم بير سكين فلازم احول الزمن بتاعي لثواني بحيث لما ضرب اه الامو دوت في عدد الثواني يطلع لكمية اه المية اللي عدت خلال السنة كلها انا عندي السنة كلها فيها تلتمية خمسة وستين يوم اليوم في اربعة وعشرين ساعة وكل ساعة فيها تلات تلاف وستمائة سنة يبقى بتالي دلتا تي ساوي تلتمية خمسة وستين فاربعة وعشرين في تلات تلاف وستمائة نضرب الكلام ده في بوينت واحد واحد تسعة آآ ستة تطلع لي الام بتاعت آآ الوطر خلال السنة كلها تساوي تلاتة سبعة سبعة اتنين تلات صفار كيلو جروم طبعا لو اسمناها على الف يدينا الماس بتساوي تلات تلاف سبعة ومية اتنين وسبعين طن في سنة آآ واحدة دي كده كان آآ المسألة التانية ان شاء الله هتلاقي آآ في آآ آآ النوت بتاعت المحاضة آآ آآ اكثر من مسألة كمان محلولين على آآ الجوزي بتاع البايب والآآ لو في اي استفسار تقدر تتواصل معي على الواتساب على راقم روزار الدمر على الشاشة تحياتي مهندس احمد محمد سانكري